بسم الله الرحمن الرحيم بداية أنت عرفت على المستوى العالمي من خلال فيلم Paradise Now أو الجنة الآن كيف يمكن أن تزاوج بين عملك كممثل كفنان وكشخص يود أن يوجه رسالة أو ربما يتناول موضوع سياسي وحساس جدا فيما يتعلق بفلسطين تحديدا في فيلم الجنة الآن كان في عندي تخبطات جدا كونه أول فيلم رواي طويل رح أشارك فيه وكونه الموضوع بيتكلم على الانتحاريين الفلسطينيين ردا على الظلم والاحتلال وجرائمه المتصاعدة واستمرارا لخيار المقاومة قررت أن أنفذ عملية استشهادية هل هذا رح يعطيني مساحة أكبر في السينما أو أنه رح يطمر كل الكارير تبعي في محل واحد وطبعا لما بلشت مع هذا الفيلم كنت لسه في بداية أعمالي ما عملت سينما كتير فما كان عندي تجربة كبيرة بالسينما فالتخبطاتي بتصير أنه في مسئولية عليك حتى تنتقي العمل أولا لأنه في عنا قضية ثانيا أنك أنت داك تمرق رسالة مش بالضرورة رسالة أنه أنت بدك تمرق شي لأنه مش بالضرورة أنت بالأخير فيه عليك أنت بتقدر تسوي كونترول لإله لأنه يتمثل في فيلم مش زي ما يتمثل في مسرح أنت بتصور الفيلم وفي الإيدت ممكن يتغير كتير أشياء ويصير فيلم تاني كيف؟ مسجلت الشيشة؟ الكهبة فيها مشكلة معليش؟ تمام مرة من الأول أنت يعني كنت متردد كما قلت ولكن هذا فتح لك الباب في العمل في هوليوود وعملت مع ريدلي سكوت مثلا في بادي اوف لايز ودا كينجدوم أيضا ولكن تظل هذه الأدوار كما هو الحال بالنسبة لكل ممتدين ذوي الأصول العربية أنت إما إرهابية أو إما ضحية لهذا الإرهاب يعني هذا التنميط ألا يزعجك أنت يعني؟ بلع يزعجني بس بزعجني كبير بس أنا ما مثلت هذا الدور يعني أنا ما عملت هذا الدور الإرهابي قدمت دور الضابط في قدمت دور الضابط في دا كينجدوم وقدمت دور المهندس المعماري في بادي اوف لايز شخص ما إله في الإرهاب بتاتاً كنت مطلع على كتاب اسمه Real Bad Arabs لشاهين اللي كتب عن كل عن كل السينما في هولوود كيف السينما في هولوود تطلع على العربي كأنه دائما دائماً الباد دائماً الإيفر الشرير إذا لا نستطيع أن نرى الحياة العربية كيف ستحرك؟ عملت في المسرح في مسرحية هنا في بريطانيا وهناك أيضاً سلسلة تلفزيونية حول قضية الفلسطينية هو بنفس الوقتع فكرك نعم دا 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 دام يعني هل تعتقد أن أصبح الآن للممثل الفلسطيني صوت أو دور يؤديه ليتحدث عن قضيته بصوته هو ورائيه هو أم بحسب سكريبت شخص آخر أو يعني رؤية أجنبية؟ أنا في اعتقادي يعني بالفترة هاي بالذات أنه كان في عملين كعمل مسرحي وعمل اللي هو تلفزيوني بيحكوا على نفس الفترة فترة الانتداب البريطاني ونهاية الانتداب وبداية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين لما انت تحكي النراتب تبعك والقصة تبعتك هو بيختلف تماما عنك انت تيجي تحكي القصة تبعتي تجد أن تفهم بأنك في إسرائيل تجد أنك في نفسنا إنه مثل الاردس أخبرني ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ أخذت المنزل هل قلت عنه؟ الكادر الفني اللي بيعطيك إنك تكون جاهز إنك تعمل فيلم أو أي عمل فني سواء مصرح أو سينما أو تلفزيون إنه يقدر يخاطب الآخر بلغته حتى أعلى شوي مش بمن تحت لما بتيجي من تحت فإنك بتضلك تحت حتى كمان الموضوع اللي انت جايبه اللي المفروض يجي يعمل قضية أو يطرح نقاش معين ماذا عن العمل مع مخرجين إسرائيليين؟ هناك من يقول أنا لأت عمل مع مخرجين إسرائيليين وهناك من يفضل التعامل معهم بالنسبة لك عملت أنت في فيلم The Lemon Tree وهو فيلم إسرائيلي مع إيران ريكلس طبعاً وهو فيلم إسرائيلي The Lemon Tree وزيتون وعملت كمان العروس السورية شوفي مش هواي لما حامل من أنه يرافع قضية ضد الجيش عنها أمال هل لك الشراطات معينة للعمل مع مخرجين إسرائيليين؟ مش كل.. طبعاً أكيد أنا ما بقدر أجي أشتغل مع أي مخرج يعني إسرائيلي حتى لو المخرج هو يساري أو نوعاً ما متفهم للقضية الفلسطينية بالنهاي العمل السياسي العمل الفني تابعه لا بد إلا يكون فيه سياسي ولا بد إلا يكون من حاز نوعاً ما للطرف تابعه هناك توجه جديد في أفلامك الآن وهي أفلام تبتعد عن السياسة هو فيلم زنزانة هو فيلمك الأخير وما يميزه أيضاً أنه فيلم إماراتي وأنت شاركت في أكثر من فيلم إماراتي بدايةً نود أن تحدثنا عن دورك في فيلم زنزانة ثم بعد ذلك عن تجربتك مع المخرجين الإماراتيين فيلم زنزانة أعتقد هي تجربة جداً فريدة من نوعها أنا قرأت السيناريو وحبيت الشخصية جداً شخصية اللي هي ممكن يكون سايكوباثة الأكستريم بتقدرش تحدد له هوية بتقدرش تعرف وين تهوي بيكون فكان فيه شيء مغري جداً أنه أساوي هاي شخصية اليوم الإمارات في شركة إماجينيشن اللي هي الموجودة وعم تعمل الأفلام وبنظري هاي الشرك هي عم تدعم المواهب الشعبي اللي موجودة في الإمارات وصار في إلها نواة جداً قوية أو عم بتكون في أساسية في صنع سينما جديدة اللي في إلها أبعاد رح يكون لقدام أكتر وأصداء علي سليمان شكراً جزيلاً شكراً إلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر